بالشكر تدوم لنا نعم لن نحصي تلك النعمة فضل سعة جود كرم أغدقنا الله بها كرما من حولك فانظر وتفكر أنعم غيث فيك هما تستوجب شكرا فتذكر روحا قلبا عقلا وفما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام الله تبارك وتعالى رحيمه بعباده حليم على خلقه قريب منهم الله سبحانه وتعالى يحب العباد ويحب أن يرحم العباد ويحب دائما أن يدخل يعني إلى نفوسهم والأمل يعني نحن عندما نفق أو نعلم برحمة الله عز وجل يزداد أملنا فيه عندما نعلم بحلم الله عز وجل يزداد حبنا فيه عندما نعلم كيف يؤاملنا الله عز وجل تذوب قلوبنا من محبته الله عز وجل لا يتعامل مع عباده تعامل المحتاج إليهم الله غني عن خلقه ولكن الله عز وجل يعلم بأن أمامك يعني مهمة عظيمة في هذا الحياة يعلم الله سبحانه وتعالى أن حياتك صعبة يعلم الله عز وجل أنك خلقت في كبد وأنك ستواجه مشاق كثيرة في حياتك ولذلك تجد سبحان الله الله يعينك دائما فمثلا مثلا يفتحك دائما أبواب التوبة ما يغلق باب التوبة في وجهك أبدا آخر باب يغلق في وجهك هو باب التوبة الله سبحانه وتعالى تجده دائما يضاعف لك الأعمال يعينك ولذلك من أجمل أو من أعظم النعم نعمة الجبر الجبر جبر الله عز وجل كم يجبر الله لعباده كم يجبر الله خلقه يعني شوفوا من أسماء الله الجبار والجبار له معني يعني الجبار في حق الله عز وجل يعني العظماء والقوة زين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد لما يصف البشر بالجبروت فمعنى هذه صفة ذنب لكن الله عز وجل هو الجبار الذي يقسم كل ظالم وأيضا في نفس الوقت من يجبر الكثير إلا الله عز وجل واذا شوفوا شوفوا مثلا يعني خلنأخذ أمثل على جبر الله لعباده عشان تعرف جمال تعامل الله مع الخلق يعني مثلا جبر المريض لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضته فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فماذا يقول الله له قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يعني شوفوا سبحان الله العظيم الآن الشخص المريض لما يعلم أن الله قريب منه ولذا كان داود مثلا مما ينسى في بعض الإسرائيليات أنه كان داود يسأل يقول يا رب أين أجدك قال عند المنكسرة قلوبهم شوفوا يعني الله سبحانه وتعالى لما يجبر المريض ويصير المريض هو في ضعفه في مرضه في انكساره في حاجته يعلم أن الله قريب منه ما الذي سيفعل هذا المريض يلجأ إلى الله يثق بالله يعلم أن الله عز وجل سيعني وكافئ على صبره فتجد هناك تسليه من الله سبحانه وتعالى بل أيضا انظر إلى جبر الله عز وجل حتى للجائع مثلا تكملة الحديث يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين يعني هو الإنسان هذا ما هو متصور كيف يطعم الله كيف يزور الله فإن يعني شيء غريب لكن هو لها معنى آخر ولذلك ماذا قال في الحديث قال أما علمت أنه استطعمك عبد فلان يعني فلان هذا المؤمن جاك وطلب منك العطية والصدقة فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في ملاحظة يا أحباب لما تكلم عن المريض قال لوجدتني عنده ولما تكلم عن الأعطية قال لوجدت ذلك عندي شوف الفرق لماذا لأن الله عز وجل دائما قريب من المنكسر ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول يقول أبغول الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فيا أيها المريض افرح افرح بهذا الشرف ربي قريب منك أقرب من غيرك أيضا مثلا في تكملة الحديث يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبد فلان فلم تسقه أما إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي هذا الحديث في صحيح مسلم فيا أحبابي هذا جبر الله عز وجل لهذه الفئة من الناس يعني مثلا من جبر الله للمريض مثلا أو من جبر الله عز وجل للذي الذي عذر شرعي أو من جبر الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي أراد أن يعمل خير فلم يستطع منعه العذر حبسه العذر يعني أعطيكم مثال مثلا صلاة الجماعة كتبة الرجال صحيح النساء ما هي مكتوبة عليهم ما يخذلهم الله عز وجل إذا صلت المرأة في وقتها ما أخرت الصلاة تأخذ مثل ما يأخذ الرجال من الأجر والثوب لماذا لأن الذي منعها العذر إنسان مثلا اعتاد دائما أن يتصدق فأصبح عنده ضائق مالية فترة فوقف يكتب له الله عز وجل له الأجر مما يعني أرسل فيه رسالة لإخواني مثلا المرابطون المرابطون على الجبهات الآن الناس الذين يرابطون في الدفاع عن دين الله عز وجل هل تعلم هل تعلم أن ممزايا المرابط أنه لو كتب الله له أن يموت ماذا يحدث له إذا مات في رباطه يستمر عمله كما كان يعمله وهو حي شفت جبر الله عز وجل لهذا المرابط لماذا؟ يعني هذا الإنسان ضحى بنفسه من أجل أن يحمي ثور المسلمين فهذا جبر الله عز وجل عشان كذا الذي يمنعه العذر عن مواصلة العمل الله عز وجل يجبره فيعطيه الأجر كامل ومن وأن نجيب هذا الدليل لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد وذهبوا إلى غزوة تبوك كان الوقت وقت خراف التمر يعني كانوا في عز الصيف في عز الحر وتبوك بعيدة وطريقها صعب ومع ذلك لما استنفر الصحابة فزع الصحابة مع النبي عليه السلام في نوع من الناس تخلفوا النوع الأول المنافقين كذبين ما هم صادقين تخلفوا والنوع الآخر لا صادقون لكن ما استطاعوا إما حبسهم العذر كمرض أو حبسهم العذر لما وجدوا مركب يركبون أو حبسهم العذر ما وجدوا نفق ينفقون عنفسهم فيأتون معهم يعني في عذر شرعي مقبول من الله اللي حبسهم فقط النفاق ماذا قال الله فيهم أنزر الله فيهم قرآن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لكن الذين حبسهم العذر ماذا قال عنهم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما شو الكلام ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم المرض يعني شو سبحان الله العظيم لما هؤلاء أصبح هناك شيء يمنعهم شرعي ومقبول من الله اشتركوا مع الذين يذهبوا بالأجر بإذن الله تعالى لأن الذي منعهم هو العذر أيضا من الجبر جبر المبتلى يعني مثلا الابتلى يعني يعني كل الناس يصابون بالابتلى حتى الأنبياء فلذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب البلاء يقول ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يرقى الله تعالى وما عليه خطيئة فأنا أقول يا أخواني ربنا عز وجل يجبر الكثير ربنا يجبر العباد وهذا من أعظم النعم فأبشروا بالخير يا عباد الله أسأل الله لي ولكم التوفيق وصلى الله على نبينا وحمد تستوجب شكرا فتذكر روحا قلبا عقلا وفما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر